أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء أمطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفي أهل الله خير أما تشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء إما أن فأنبتنا به حدآ إقذاة بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أما جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا ألا هم مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أما من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أويجعلكم خلفاء ألر أإله مع الله قليلا قليلا ما تذكرون أما من يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الريح نشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أما من يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء ولر أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون وقال الذين كفروا أَيْذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاءُنَا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاءُ أُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ لَاقِبَةُ الْمُجِرِمِينَ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهُمْ وَلَا تَكُفِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ وَيَقُولُونَ مَتِي هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ عَسِيرُ أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ فُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمَا مِنْ غَاءُ إِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ إن هذا القرآن يقص على بني إسراء إلى أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموت ولا تسمع الثم الدعاء أئذا ولوا مدبرين وما أن تتهدي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم موزعون حتى إذا جئ قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شئ الله وكل أتوه داخلين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحابة صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جيء أب الحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جيء أب السيئة فكبت وجوههم في النار فكبت وجوههم في النار هات تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء إن وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدي فإنما يهتدي لنفسي ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما يعملون طيسي تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طاء إفة منهم يذبح أبناء أهم ويستحيي نساء إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمتا ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ويري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطين وقالت امرات ثرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسي أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستويه آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسي فوقزه موسي فقضي عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خاء فإن يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسي إنك لغوي مبين فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسي قال يا موسي أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بلمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجيء أرجل من أقصى المدينة يسعي قال يا موسي إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خاء إفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقى أمدي أنا قال عسي ربي أن يهديني سوى السبيل ولما ورد ما أمديا وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما قال تا لا نسقي حتى يصدر الرعاة هو أبونا شيخ كبير فسقع لهما ثم تولي إلى الظل فقال رب فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجيء أته إحدهما تمشي على استحياء إن قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جيء أهو قص عليه القصص قال لا تخف قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحدهما يا أبت استاجر إن خير من استحجرت القوي لمين قال إني قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شيء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أي من أجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل فلما قضي موسى أجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كسوا قال لأهلهم كسوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جزوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتيها نودي من شاطئ الواد أي من في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسي أي يا موسي إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رئيها تهتز كأنها جان ولي مدبرا ولم يعقب يا موسي أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضا أمن غير سوء إن وضمم إليك جناحك من الرب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون قالوا ما هذا إلا سحر مفترا وما سمعنا بهذا فيه أبا إن الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جئ أب الهدي من عنده ومن يكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال ثرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا غامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبره وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليوم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمتان يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المطبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون قول بصاء إر للناس وهدى ورحمة لعلهم يذكرون وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما لتنذر قوما ما أتيهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جئ أهم الحق من عندنا قالوا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسي أولم يكفروا بما أوتي موسي من قبل قالوا سحران تظاهر وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدي منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فعلم أنما يتبعون أهواهم ومن أضل ممن اتبعه ويه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلي عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن اتبع الهدي معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبه إليه ثمرات كل شيء إن رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكام أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرية حتى يبعث فيه إمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرية إلا وأهلها ظالمون وما أتيتم من شعي إن فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقي أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركاء يا الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا أولا الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرعنا إليك وما كانوا إيانا يعبدون وقيل دعوا شركاء أكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وراه العذاب لا أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء ويومئذ فهم لا يتسالون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسي أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالي عما يشركون وربك يعلم ما تكن حدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولي والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركاء يا الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم موسي فبغي عليهم وآتيناه من الكنوز ماء إن مفاتحه لتنو أب العصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتيك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقيها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه باليمسي يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء أمن عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار آخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جيء أب الحسنة فله خير منها ومن جيء أب السيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كاموا يعملون إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادَ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَيْهِ أَبِ الْهُدِي وَمَنْ وَفِي ضَلَالٍ مُبِينَ وَمَا كُنْتَ تَرْجُونَ أَنْ يُلْقِي وَدْعُوا إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء إنهالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون ألف لا ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَ سَاءً أَمَا يَحْكُمُونَ من كان يردو لقاء الله فإن أجل الله له وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزئنهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعوما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جيء أنصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شاعي إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق وعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم تروا كيف يبدو الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانغروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشئ أتلاخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقاء أولئك يعسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا قتلوه أو حرقوه فأنجيه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوسانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأويكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوط إذ قال لقومه أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مَا سَبَخَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقُطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرُ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ وَلَمَّا جَيْءِ أَتُ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرِ قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُونَ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوْطَى قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنُنْجِيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِنْ لَا مْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَلَمَّا أَنْجِيَ أَتُ رُسُلُنَا لُوْطَى أَنْسِيَ أَبِهِمْ وَضِيقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنْجُوكَ وَأَهْلَكَ إِنَّا أَمْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ إِبْمَا كَانُوا يَفْسُكُونَ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوا فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاء أهم موسي بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء أكمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما تدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهي عن الفحشاء إوى المنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولذكر الله أكبر ولذكر الله أكبر ولذكر الله أكبر